أعزائي المتعلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحب بكم في هذه الحصة التي سنخصصها لتصحيح الجزء الأول من الامتحال الجهو المحاد لمادتي التاريخ والجغرافية الدورة العادية 2017 لجاة الداخلة ودي الذهب يتعلق الأمر بوضعية الاشتغال بالوثائق في مادة التاريخ إذا نقرأ الوثيقة الأولى وهي عبارة عن نص تاريخي منطوقه إن سيرورة التطور في أوروبا لم تكن نتيجتها تحسين أوضاع الأمم الأوروبية المادية والاجتماعية فحسب بل أدت إلى حركة غزو عسكري اقتصادي وسياسي محتم لأن أوروبا لم يعود بإمكانها الاستفادة من العالم الآخر كمصدر الخيرات وزابون وكمجال التوسع والاستثمار وكان التدخل محتوما إلا أنه اتخذ في معظم الحالات أشكالا عنيفة روعة الضمائر وزعزات المؤسسات ويكفي أن يذكر على سبيل المثال الوقع الهائل الذي كان للصدمة العسكرية بين العساكر المغربية وبين الجيش الفرنسي في إسلي سنة 1844 المرجع ننتقل بعدها إلى قراءة الوثيقة الثانية نصها والحقيقة أن الدول السعمارية كان همها هو إضعاف الدولة المغربية في حين كان الإصلاح الأساسي يكمن في تقويتها حتى تكون قادرة على مجابهة التوغل السعماري ودفع خطره عن البلاد ويعني هذا تحويل المخزن من هيكل متداعي مشلول إلى جهاز حي منظم واعي بمسؤوليته شامل في سلطاته قادر على جسيد إرادة الأمة وهذا يقتضي أن تتبنى الدولة المغربية جملة من الإصلاحات التي سارت فيها الدول العصرية منذ زمان وفي هذا المجال يلتقي المصدر الداخلي والمصدر الخارجي للإصلاح المرجع الوثيقة الثالثة أيضا نص تاريخي منطوقه لم يكن ضيحار الهيبة في سيد بو عثمان ودخول المغرب مضطرا لغمار الحرب العظمى إلى جانب فرنسا 1914-1918 للميلاد ليوقف المقاومة القبلية فالفلاحون والرعاة قد انتفضوا عفويا في غالب الأحيان للدفاع العرضي والممتلكات بكل من الصحراء والأطلس والريف وبفضل شجاعتهم ومعرفتهم بالشعاب أمكنهم تعويض نقص عدتهم وشكلوا عقبة كأداة في وجه الغزاة ففي الأطلس المتوسط تمكن محوحم الزياني من إلحاق هزيمة النقراء بالفرنسيين في معركة الهري 1914 للميلاد والسمر المقاومون الجبليون في تحدي مختلف المخاطر إلى حدود 1920 للميلاد أما في الشمال فلم يكون الاحتلال للمغرب أن يتم دون صعوبات جمع المرجع إذن بعد قراءتنا للوثائق الثلاث قراءة جيدة ومتمعين الآن سنتعرف على ما هو مطلوب إذن المطلوب في السؤال الأول هو وضع الوثائق الثلاث في إطارها التاريخي لموضوع الزمان المكان السؤال الثاني يشرح أو يشرح شرحا تاريخيا ما تحت خط في الوثيقة الأولى والثانية المصطلحات والمفاهيم المصطر عليها أو التي تحتها خط ثم السؤال الثالث المطلوب هو أنجيز ما يأتي ألف تبيان تأثير التحولات الأوروبي على أوضاع المغرب خلال هذه الفترة انطلاقا من الوثيقة الأولى والثانية باء السخرج أو السخرجي من الوثيقة الثانية أحد أسباب فشل الإصلاحات في المغرب جيم السخرج أو السخرجي من الوثيقة الثالثة الأسباب المفسرة لانتصارات المقاومة المصلحة ثم أسباب توقفها السؤال الرابع المطلوب هو تركيب الفكرة الأساس للوثائق الثلاث والسؤال الخامس المطلوب هو تحرير فقرة موجزة تبرزون فيها موقفكم الشخصي من النتائج التي حققتها المقاومة المصلحة إلى حدود الثلاثينيات مع تعزيز هذا الموقف بمبررات تاريخية مناسبة إذن بعد قراءتنا لما هو مطلوب وفهم أيضا ما المطلوب منا الآن طبعا سنجيب عني الأسئلات بعد إذن المطلوب في السؤال الأول هو وضع الوثائق الثلاث في إطارها التاريخي أي تحديد موضوعها زمانها ومكانها طبعا قد يأتي السؤال بهذه الصغة إذن تحديد أو وضع الوثائق في إطارها التاريخي ولكن طبعا الصغة الشائعة أو الأكثر تداولا في الامتحانات الجهوية وهو وضع الوثائق في سياقها التاريخي أي تحديد موضوعها زمانها ومكانها إذن بالرجوع أعزاء المتعلمين إلى الوثيقة الأولى يتبين لنا أنها تتناول دور التحولات أو التطورات التي عرفتها أوروبا من الناحية المادية والاجتماعية في حركة الغزو العسكري الاقتصادي والسياسي الذي قامت به على حساب باقي الأمم ومن ضمنها المغرب حيث تواجه العسكر المغربي مع الجيش الفرنسي في معركة إيسلي سنة 1844 أما الوثيقة الثانية فهي ترتبط بالإصلاحات التي قام بها المخزن المغربي نتيجة لعوامل داخلية وأخرى خارجية منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر للميلاد أما الوثيقة الثالثة فهي تتناول المقاومة القبلية المغربية ما بين 1912 إلى غاية 1920 طبعا هناك مؤشرة دائما في الوثيقة يجب استثمارها إذن لدينا هنا اندحار المقاومة الهيبة في معركة سيدي بو عثمان ثم أيضا هنا دخول المغرب مضطرا إلى الحرب العالمية الأولى إلى جانب فرنسا ما بين 1914 و 1918 ثم أيضا استمرار المقاومة الجبلية إلى حدود 1920 إذن فالجواب سيكون بهذه الصغة أعزائي المتعلمين إذن هنا الإطار التاريخي إذن تقبل الصغة صغتان إما الصغة المفككة والصغة المدمجة إذن بالنسبة للأبعاد التاريخية المتبطة بتحديد الإطار التاريخي أو السيق التاريخي فهي أولا الزمن إذن زمن وما بين 1844 إلى غاية 1920 أما المكان فهو المغرب والموضوع هو دور تحولات الرأسمانية في أوروبا طبعا في تصاعد ضغوط الاستعمارية على المغرب التي حاول مواجهتها بسن جملة من الإصلاحات وانتفاض المغاربة في وجه جيوشي الاحتلال أو يمكن أن تدمجوا هذه الأبعاد التاريخية الثلاث في صغة مركبة أو مدمجة إذن ما يفيد هذه الصغة دور التحولات الرأسمانية في تصاعد ضغوط الاستعمارية على المغرب وهزيمته في معركة إيسلي سنة 1844 التي حاول مواجهتها طبعا هذه الضغوط بسن جملة من الإصلاحات وانتفاض أيضا المغاربة في وجه جيوش الاحتلال مع فرض الحماية بين 1912 إلى غاية 1920 إذن بعدها ننتقل إلى السؤال الموالي والمطلوب هو الشرح التاريخي للمصطلحات الواردة في الوثيقة الأولى وكذلك الثانية إذن المصطلح الأول هو أو ما يسمى بيه الوقائع التاريخية إذن من ضمن الوقائع التاريخية معركة أو الأحداث التاريخية معركة إيسلي ثم مفهوم الإصلاحات إذن فالجواب سيكون بهذه الصغة ثانيا الشرح التاريخي إذن إيسلي هي معركة إنهزمة فيها الجيش المغربي أمام الجيش الفرنسي سنة 1844 أما الإصلاحات فهي المحاولات المقصود بها هي المحاولات الإصلاحية التي قام بها المخزن المغربي لمواجهة ضغوط الاستعمارية الأوروبية وتحديث هياكل الدولة المغربية في مختلف المجالات منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر للميلاد على الخصوص إذن دائما الشرح التاريخي يجب أن يكون مأمكان مقتضبا في حدود سطرين إلى سطرين ونصف إذن بعد ذلك أيزاء المتعلمين سنتقل إلى السؤال الموالي إذن السؤال الموالي المطلوب هو تبيان تأثير تحولات الأوروبية على وضاع المغرب خلال هذه الفطرة المدروسة أو التي تتناولها الوثائق التاريخية إذن نبدأ بالوثيقة الأولى إذن هذا التأثير يتجلى أساسا في تصاعد حركة الغزو العسكري والاقتصادي والسياسي إذن فالتحولات الرأسمالية التي عرفتها الأمم الأوروبية على المستوى المادي أي على المستوى الاقتصادي أساسا والمالي إضافة إلى التطور أيضا على المستوى الاجتماعي الثورة الديمغرافية وغيرها إذن حتى مات على الدول الأوروبية أن تحاول تصدير طبعا فائد السكان والفائد أيضا من الإنتاج نحو مناطق جديدة وأيضا البحث عن آفاق اقتصادية جديدة من خلال طبعا الحركة الإمبريالية أو حركة الغزو العسكرية والاقتصادي والسياسي وطبعا من بين المناطق التي كانت مستهدفة المغرب إذن فتبرت المستعمرات بالنسبة للقوى الأوروبية مجالات لماذا؟ للتوسع طبعا للتوسع الاقتصادي أساسا وأيضا للاستثمار أي استثمار الفائد من الرسامل في المستعمرات وطبعا من بين نتائج هذه الهجمة وهو الضغط الاستعمار العسكري على المغرب من خلال هزيمة الجيش المغربي أمام الجيش الفرنسي في معركة إسلي سنة 1844 بالنسبة للوثيقة الثانية إذن تصاعد الهجمات الإمبريالية على المغرب وأيضا تصاعد حركة الضغوط أو مختلف الضغوط الاقتصادية وأيضا العسكرية والديبلوماسية وغيرها على المغرب إذن حتمت عليه أن يقوم بجملة من الإصلاحات إذن فهناك ماذا؟ مصدر داخلي وآخر خارجي للإصلاح إذن فتداعي أركان الدولة المغربية إذن على المستوى الداخلي إضافة إلى تصاعد الهجمة الاستعمارية من خلال رغبة القوى الاستعمارية في إضعاف هياكل الدولة المغربية إذن هذه العوامل كلها سواء كانت خارجية أو داخلية حتمت على الدولة المغربية أو المخزن المغربي بأن يقوم برزمة من الإصلاحات إذن فالجواب أعزائي المتعلمين سيكون بهذه الصيغة إذن ثلاثة أليف تأثير تحولات أوروبية على وضع المغرب إذن أولا هزيمة إيسلي سنة 1844 أو الصدمة العسكرية التي تلقاها المغرب والتي طبعا كشفت النقاب عن ضعف المؤسسة العسكرية المغربية ثم أيضا سعي الدول الاستعمارية إلى إضعاف الدولة المغربية والإجهاز عليها ثم أيضا بداية التوغل الاستعماري في المغرب وأخيرا تبني الدولة المغربية لجملة من الإصلاحات لمواجهة هذه الضغوط الاستعماري نمر بعدها إلى السؤال الموالي إذن المطلوب هو استخراج أحد أسباب فشل الإصلاحات في المغرب من خلال الوثيقة الثانية إذن برجع إلى الوثيقة الثانية إذن من أهم أسباب فشل هذه الإصلاحات وهي طبعا تهافت الدول الاستعمارية على استعمار المغرب ثم أيضا قبل ذلك إضعاف الدولة المغربية والإجهاز عليها إذن لم تكن دول الاستعمارية ترغب في أن تصل هذه الإصلاحات التي تبنىها المغرب أنذاك أن تصل إلى مدها وأن تكلل بالنجاح لماذا؟ لأن كانت هناك مخططات استعمارية هدفها هو إضعاف كيان الدولة المغربية إذن فالجواب سيكون بهذه الصيقة إذن ثلاثة باء إذن أحد أسباب فشل الإصلاحات في المغرب كانت هي رغبة الدول الاستعمارية في إضعاف الدولة المغربية وإفشال الإصلاحات ثم التوغل السعماري في البلاد إذن ننتقل بعدها إلى السؤال الأخير إذن السؤال جيم ثلاثة جيم إذن المطلوب هو استخراج الأسباب المفسرة أولا لانتصارات المقاومة المصلعة ثم بعد ذلك أسباب توقفها طلاقا من الوثيقة الثالثة إذن بما نفسر توالي انتصارات المقاومة المغاربة أمام جيوش الاحتلال إذن كان هناك أولا أن الانتفاضات التي قامت بها المغاربة اتسمت بالعفوية في الغالب لماذا؟ لأن المغاربة طبعا هنا قاموا بمقاومة شريصة وباسلة دفاعا عن العرض والوطن والممتلكات في مختلف أنحاء البلاد في الصحراء والأطلس والريف إذن فصمود المقاومين المغاربة كان أحد الأسباب المفسرة لنجاح المقاومة المصلحة المغربية في بدايتها ثم كان هناك عامل آخر مرتبط بالجانب طبعا هنا صمود المغاربة وشجاعتهم أيضا معرفتهم الدقيقة بماذا؟ بالمعطيات الطبيعية والتدارسية للمناطق التي كانوا يعيشون فيها أكثر طبعا من المستعمر إذن فمعرفتهم بالشعاب وبالتدارس الجبلية يعني كانت هذه المناطق عبارة عن قلاع منيعة طبعا تحسن فيها المقاومة المغاربة وشن هجماتهم على جيوش الاستعمار هناك أيضا عامل آخر وهو هام أن هذه المقاومة لم تكن في مكان معين وإنما هي شملت مختلف أنحاء البلاد وبالتالي طبعا هذا كان في صالح المقاومة المغربية ولما يكون في صالح جيوش الاستعمار لأن جيوش الاستعمار تطلب منها الأمر أن تعبئ قوات إضافية وموارد إضافية لكي طبعا تقوم بإخماد هذه المقاومة التي انتشرت في مختلف أنحاء البلاد الآن ما هي أسباب توقف هذه المقاومة أولا غياب عنصر التنظيم لماذا؟ لأن هذه المقاومة كانت في أغلبها مقاومة عفوية ثم العنصر الثاني وهي نقص في العدة والعتاد لأن المقاومة من المغربة واجهوا جيوشا إمبريالية جيوش طبعا مدججة بأحدث الأسلحة وأيضا واجهوا جيوشا نظاميا إذن بالمقابل فالمقاومة المغربة استخدموا طبعا الوسائل التي كانت متاحة لديه ثم أيضا غياب التنصيق لماذا؟ لأن تعددت هذه المقاومات شملت مختلفة أرجاء البلاد ولكن لم يكن تنصيق بين المقاومين المغربة إذن فالجواب أعزائي المتعلمين سيكون بهذه السيقة إذن جيم الأسباب المفسرة أولا لانتصارات المقاومة المصلحة المغربية إذن أولا شجاعة المقاومة المغربة الذين كانوا يدافعون عن عرضهم وممتلكاتهم ووطنهم في مختلف المناطق في الصحراء في الأطلاس في الريف ثم أيضا معرفتهم الدقيقة بالمعطيات التضريسية أما أسباب توقف هذه المقاومة المصلحة فكان نتيجة للنقص الحاصل في العدة والعتاد أيضا غياب تنصيق بين المقاومين ثم أيضا قلة التنظيم حيث كانت المقاومة في أغلبها عفوية إذن السؤال الموالي يرتبط بتركيب الفكرة الأساس للوثائق الثلاث ويجب أن تكون هذه الفكرة مقتضبة ما أمكن إذن ما يفيد هذه الصيغة؟ دور التحولات الرأسمالية في تصاعد الهجمة الاستعمارية على المغرب حيث تعرض لهازمتهم في معركة إسلي سنة 1844 وحاول المخزن المغربي مواجهتها بمحاولات إصلاحية وانتفاض المغاربة في وجه جيوش الاحتلال با بين 1912 إلى غاية 1920 السؤال الأخير طبعا يرتبط بتحرير فكرة تبرز فيها عزيز المتعلم عزيزة المتعلمة وموقفك أو موقفك الشخصي من النتائج التي حققتها المقاومة المسلحة إلى حدود الثلاثينيات مع تعزيز هذا الموقف تعزيزه بمبررات تاريخية مناسبة إذن طبعا الجواب عن هذا السؤال هو رهين أولا بفهم خصائص المقاومة المسلحة إلى حدود الثلاثينيات من القرن الماضي إذن طبعا وفق التقسيم أو التحقيب التاريخي الذي تعرفتم عليه فالمقاومة المغربية خصوص المقاومة المسلحة القبلية هي بدأت ما بين 1912 إلى غاية 1934 وقد شملت مختلفة مناطق البلاد مثلا الأطلس المتوسط الصحراء الأطلس الكبير منطقة الريف وغيرها إذن فالمقاومة شملت مختلفة أنحاء البلاد إذن لابد أن تركزوا على هذا الجانب أن هذه المقاومة كانت أولا مقاومة مصلحة مقاومة قبلية شملت مختلف أنحاء البلاد وكانت لهذا عامات مثلا محاو حمو الزياني في الأطلس المتوسط محمد من عبد الكريم الخطابي في الريف أحمد الهيبة ومربي ربه في الصحراء وغيرهم من المقاومين المغاربة إذن بعد تحديد خصائص هذه المقاومة إذن ما هي النتائج التي حققتها؟ إذن طبعا كانت هناك نتائج مبهرة للمقاومة المصلحة المغربية من خلال تحقيق انتصارات عديدة مثلا انتصار في معركة الهري أيضا انتصار في معركة أنوال وغيرها لكن مقابل لذلك أيضا هذه المقاومة توقفت سنة 1934 إذن السؤال هو لماذا توقفت هذه المقاومة؟ إذن لا بد طبعا هنا أن يكون تقييمكم للنتائج التي حققت المقاومة المصلحة إلى حدود الثلاثينيات أن يكون تقييما موضوعيا مبنيا على حقائق تاريخية وطبعا بعد ذلك تتخذون موقفا من هذه النتائج إذن فتقييم هذه النتائج واتخاذ موقف هو مبني على كما قلت لكم على حقائق تاريخية طبعا هذا التقييم وأيضا التعبير عن موقف شخصي إذا ما حققته المقاومة المصلحة إلى حدود الثلاثينيات من القرن الماضي من نتائج إذن يجب أن تضمنوا إجابتكم في فقرة إذن يجب أن تحرروا فقرة مركبة طبعا تبرزون فيها موقفكم الشخصي من النتائج التي حققتها المقاومة المصلحة إلى حدود الثلاثينيات مع تأزيز كما قلنا هذا الموقف بمبررات أو حقائق تاريخية مناسبة ومعطيات تاريخية مناسبة إذن ختابا أعزائي المتعلمين أشكركم على حسن تتبعكم وانتباهكم وأتمنى أن تكون هذه الحصة مفيدة وماتعة في الآن نفسه ونوفقها في تبليغ مضامينها وعناصرها الأساسية طبعا إذا كانت لديكم أي أسئلة واستفسارات يمكن لكم أن تتركوا لي في التعليقات حتى أتطلع عليها وأجيب عنها في حينه بحول الله وألقاكم في حصة قادمة بحول الله حيث سنتناول تصحيح الجزء الثاني من هذا الامتحان والمتعلق بوضعية تحرير موضوع مقالي في مادة الجغرافية فإلى ذلك من حين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته